موسيقى 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 والجم وستخدم فهنا من نفس chapter 2020 موسيقى لا نوعا يكون في våruka الني falt 1966 موسيقى 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 العالم رفع الأسقال طبعا يعني الحمد لله احنا ماشيين في خطة ثابتة احنا العلعب الفردية مهتمين بيها جدا والله احنا لسه جايين من بطولة سينغيال اوبن ولسه جايين من جراند بري شالنج افراكيا وفي اي اتنين لعبات اهالو لباريس جراند بري والحمد لله الوزير ورانا على طول وراء اي حاجة بنعملها يعني على طول معنا في المطر واحنا رايين واحنا جايين تصل بنا واحنا هناك الحمد لله وهم عاملين اللي عليهم واحنا الحمد لله مش موصرين في اي حاجة ونتيجنا كويسة بقالنا فترة يعني الحمد لله احنا الحمد لله لسه راجعين من بطولة افريقيا للشباب والنشئين حصلنا على ترتيب ترتيب عام اول في الافريقيا الشباب وترتيب عام في النشئين تحت 17 سنة وتحت 20 سنة فالنهارده التكرين ده حاجة عظيمة جدا وحاجة مهمة جدا للولاد ولينا الوزير يكرم ويشوف المجهود اللي اتعمل الفترة السابقة يعني في الشهرين ونص اللي فاتوا دول في المعسكر المغلق احنا كنا فيه كنا عمين معسكر مغلق ببين 3 منتخبات 17 و 20 والرجال وكنا لا يمكن عن 80 واحد في التمديل وكان معسكر مغلق والحمد لله اصمر عن نتيجة كويسة الحمد لله لسه اخد اول افريقيا فردي وفرق والحمد لله دلوقتي تصنيفي بقى التاني على العالم والتكريم ده تكريم كويس جدا لينا بيفرق معانا جدا نفسيا وان الوزير بنفسه يكرم لعابة لسه حاصلين على الملكز الأولى في البطولة ده بيبقى شيء كبير جدا من نسبانا وشيء عظيم يعني انا جبت اول في بطولة تحدي الجايزة الكبرى وتاني في بطولة سمغالية المفتوحة استعدنا معسكر هنا من شهر اثنين فاولا استعدنا كويسة البطولة عشان بتحدي الجايزة الكبرى ده بيأهلنا لبطولة الجايزة الكبرى اخر الشهر ان شاء الله في باريس ودي بطولة مهمة جدا بستين نقطة يعني والتكريم النهاردة حلو جدا مش عظيم يعني هو تكريم معتاد من الدولة المصرية متأثرة في زلطة شابور رياضة ومعاليد الدكتور أشرف صبح وزيل شابور رياضة الدكتور أشرف يعني بيعتبر من يعني فعلا يعني زي ما بقوله كده في المنسب المضبوط لانه طبعا بطل رجل ترباوي بدكتور كتربيرا دي ثم رجل دولة فالحقيقة هو متعود على طول على تكريم اللاعبين تكريم اللاعبات تكريم أي فريق بيعمل إنجاز لمصر موجود معانا حاضر معانا باستمرار بشكر سيادة الوزيرة الشرف صبحي على تكريم ولينا النهاردة وبصراحة كلنا مبسطنا جدا والحمد لله حصلت على مدلتين دهف دورة الألعاب العربية في الجزائر وإن شاء الله اللي جاي أحسن بإذن الله الحمد لله إحنا آخر بطولة لنا كانت بطولة أفريقيا كانت في الكوتوفور والحمد لله المنتخب حقق الحمد لله إن حققت المدلية الزهبية والمنتخب حقق 14 مدلية زهبية من أصل 14 منافسة والحمد لله العلامة الكاملة ودي يعتبر من أول بطولات اللي المنتخب يحقق فيها العلامة الكاملة بدون خسارة والحمد لله إحنا بنجهز دلوقتي البطولة الأصلية أو البطولة الأهم لنا هي بطولة العالم في أمريكا إن شاء الله شهر 11 القادم